اهلا وسهلا بحضراتكم شخص امريكي يبعت سؤال لأحد صفحات المواقع التواصل الاجتماعي للصفحة دي الدكاترة النفسية علشان يردوا لابد ان هما يعملوا لازم يؤكدوا ان هم اطباق نفسية قبل ما بيردوا السؤال بتاعه كان الدكتور النفسي بيشخص المرض النفسي بعد قد ايه وهنا بقى بتظهر جزء من مشاكل للطب النفسي والمنظومة بتاعت الطب النفسي مش بس في مصر لا ده في امريكا كمان اللي احنا احيانا بنبقى منبهرين بين المنظومة الطبية بتاعتها فلما سأل السؤال امتى الدكتور النفسي بيقدر يشخص الطب النفسي اللي دكاترة النفسية اللي هما واغدين اوكي يعني معمول قدامهم علامة صاحة ان هما من حقهم ان هما يردوا شرحوا المشكلة كده في جزء علمي في الموضوع اول حاجة في الجزء العلمي هو اننا بالفعل كدكتور امراض نفسية انا محتاج جلسة واثنين وثلاثة بعض اسمع فيها العيانا قبل ما انا ابصم اقول ان التشخيص وكذا صحيح ان في بعض الاطرابات ممكن يعني كده يعني النوع من انواع يعني التجاوز في الكلام اقول ان انا ممكن اشخاصها بمجرد النظر يعني بمجرد ما العيان بيدخل من باب العيادة انا ممكن احط له كده يعني تشخيص اولي ويطلع سليم لكن في كتير من الاطرابات الموضوع محتاج اكتر من جلسة محتاج جلسة واثنين وثلاثة قبل ما انا اقول ان دي الاطراب الفلاني هو عنده الاطراب كذا وحتى بعد ما انا بشخص العيان وبستمر معها في المسيرة العلاجية وده يمكن اللي بيتحولي المستشفى هنا مش بيتحولي مكان تاني برا بعد ما انا بنشخص العيان وبنديله العلاج وبعد ما بيمشي في المسيرة العلاجية بتاعته بيتحسن بيطلع كلام تاني وبتطلع افكار تانية وممكن يطلع تشخيصات تانية او اسباب تانية للاطراب اللي هو كان فيه ما كناش شايفينه في الجلسات الاولى ده الجزء العلمي في الموضوع الجزء المادي اللي في الموضوع واللي هما كانوا الادكاترة النفسية بيشتكوا منه في امريكا هو ان ان هما محطوطين ومزنوقين لان شركات التأمين عايزاهم يتوصلوا الى تشخيص بسرعة علشان تبتدي تحاسبهم على الجلسات اللي هما هيقدموها او على العلاج اللي هما هيقدموه مش حينفى تقدم علاج ومش حينفى تكتبه او تصرفه غير لما يبقى فيه تشخيص وليه الكود بتاعه فده بيبقى حاطة ضغط على دكاترة النفسية ان هما اا تكتبوا اا تشخيص اا متسرع او انهم اا يحطوا تشخيصات مبدئية يعني لمجرد ارضاءا لشركات التأمين الصحي هناك وده اا بتبقى مشكلة واتمنى من كل قلبي واحنا بنطبق منظومة التأمين الصحي الجديدة ان احنا ما نقعش في المشكلة دي لان حاليا المستشفيات النفسية بتقدم علاج مجاني بشكل كويس اا معرفش يعني هل احنا ساااا يعني هل حنبقى زي الامريكان وحنبقى متسرعين في التشخيص لان القانون الحالي بيتحلي ان انا اكتب في التشخيص ان هو تحت التقييم ان الانسان اللي قدامي ده تحت التقييم فهل لو احنا خضعنا لمنظومة التأمين الصحي هنبقى في وضع ان احنا مضطرين ان احنا نتسرع في التشخيص فعلشان كده لما اي انسان يروح يكشف عند دكتور امراض نفسية عليه ان يبقى عارف ان ممكن الدكتور اللي قدامه مش من اول جلسة انه هو توصل اا للتشخيص وانه محتاج جلسة او اتنين او تلاتة وانه كمان مش مضطر الدكتور انه هو يكتب علاج دوائي من اول جلسة لا انا ممكن اخد برضو اكتر من جلسة على ما انا ابتدي ابدأ العلاج او ابدأ الخطة العلاجية بالكامل بما فيها العلاج الدوائي وممكن تبقى الخطة العلاجية مفهاش دواء من الاساس يعني ممكن ما اكتبش اي دواء والخطة العلاجية تشمل انواع مختلفة من العلاج النفسي فانا حبيت اشارككم بالقصة دي علشان يعني نبقى عارفين احنا داخلين عند دكتور امراض النفسية انه مش شرط انه يتوصل لتشخيص بداية من اول جلسة شكرا ليكم وسلامة حضرتكم الف سلامة اشتركوا في القناة